أنت مريتي بتجارب أو أنت قلت أنك مريتي بتجارب وبالتالي التجارب دي هي اللي خليتك تقرري أنك تكتبي وتطلعي مشاعرك ده كان لي علاقة بكتابك وراها حكاية هل ده كان شبه ده ولا التجارب هي اللي خليتك تكتبي بس وراها حكاية موضوع تاني لأ وراها حكاية ده كان لأ يعني كلها حاجات أنا مريت بيها وكلها حاجات اللي حواليه كمان مروا بيها حسيتين كل البنات أو كل الشباب اللي في سنة مروا كمان بيها كلنا مرينا بالحاجات دي من فقد لتنمر للترابات نفسية بسبب مواقف مثلا في الطفولة أو مواقف عمتا فإحنا إزاي بنعبر عن ده وإزاي ده بيأثر عليكم إزاي بيأثر علينا وإزاي بنعرف إن إحنا عندنا مشكلة بسبب حاجة إحنا ممكن أكون عديتها عادي أنا طفلة أو أنا صغيرة ومش عارف إن دي عملالي مشكلة أصلا فإزاي حاجة حصلت وعد عليها سنين لسا مقصرة فيها وإزاي دي ممكن تأثر بقى علي أنا كهانا كعلى سلوكي كلام ده كله طيب وأنت إزاي عرفت إن إنت عندك مشكلة في الحاجات دي كلها يعني إزاي وصلت لك المعلومة إنك عندك مشكلة والمشكلة دي محتاجة إنك تكتبيها والمشكلة دي محتاجة إنها تترجم على ورق أنا كنت شعرف إن أنا عندي مشكلة حصل مشكلة في حياتي بس أنا ما عرفش إن هي ممكن تكون مؤثر عليها أو حصل كذا موقف فبقيت لو أنا مش عارفة وأنا متضايقة بسبب أنهي حاجة من الحاجات دي فلما تكلمت شوية مع لايف كوتش فألا أدركت إن مثلا مشكلة الفلانية حصلت بسبب الموقف اللي أنت حكيته ده بيإندكيت السلوك أو بيعرف السلوك اللي أنت إنت ليه دايماً بتقولي كذا أو بتعملي كذا ده بيبقى حاجة اسمها ترومة أنت عندك ترومة من الموضع ده في بلتالي ده بيشكل سلوكك إنتي زي الفوبيا أما مثلاً بيحصل مثلاً لو حد حصلك مشكلة من الحاجة تتعققتي منها فبالتالي ده أثر على سلوكك وتصرفاتك وكل حاجة وردد أفعالك وكل حاجة بزلط ترجمة نانسي قنقر